بحفظ الله ورعاية غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر اليوم متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة وذلك لترأس وفد دولة الكويت في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام والتي ستعقد في مدينة إسطنبول كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأمير الشيخ علي جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني ويرافق سموه وحفظه الله وفد رسمي يضم كل من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النقط بالوكالة أنس خالد الصالح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار بالديوان الأمير محمد عبد الله أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح والمستشار بالديوان الأمير الدكتور عبد الله معتوق المعتوق ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأمير يوسف حمد الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأمير الشيخ فواز سعود ناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأمير ووزارة الخارجية رافقت سموه السلامة في الحل والترحال